حدثنا محمد بن بكر أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال أخبراني أبي عن زياد بن ميناء عن أبي سعيدي بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليومين لا ريب فيه نادم ناد من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل أحدا فليطلب ثوابه من عندي غير الله فإن الله أغنى الشركة عن الشرك